اشتركوا في القناة نزول الطمأنينة والسكينة على الإنسان بسبب ذكره لله تعالى الطريقة الثانية وهي الرضا بقضاء الله اعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك هذا ينعكس على النفس بالأمن والأمان والطمأنينة والهدوء الأمر الثالث عدم التركيز على التفاصيل وعدم التركيز على الأحداث المزعجة وعدم التوقف عنها وعدم تطخيم الأمور أكبر من اللازم لأن ده هينعكس عليك بعدم الهدوء وعدم التوتر الطريقة الرابعة تقبل عيوبك تقبل نقائصك تقبل عساراتك تقبل عيوب الناس لو إنك بتبحث عن صديق ملوهش عيوب فلن تجد على الإطلاق تقبل عيوبك وتقبل عيوب الآخرين يزيدك هدوءا وتمأنينة الأمر السادس خليك صبور الصبر والإرادة بالصبر تصل إلى ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد بالصبر ستصل إلى غيتك وتصل إلى هدفك لأن الغضب لن يورسك إلا الندم قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب خصص وقت لتجلس مع نفسك لتتأمل في ملكوت الله تتأمل في خلق الله تتأمل في خلق السماوات والأرض وتذكر في نهاية سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الرضا الرضا هو مبعث الطمأنينة قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إذا أعجبك الفيديو فاضغط على زر الإعجاب ولا تنسى الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر